على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين خيروا الإدامة الخل قوي الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تم وأزبط في السيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام استخدم الخل كإدامة يعني كغموس مع الخبز طب إيه هو الخل اللي استخدمه الرسول أنا بقى جاي أعرفك إزاي تشتري الخل صح طبعا فيه أنواع كتيرة من الخل فيه خل بلسامي وخل عنب وخل قصب وخل بنجر وخل تفاح وحنكلم النهاردة على أكتر نوعين موجودين في الأسواق العربية الخل الأبيض والخل الأحمر أو الأبل فينجر اللي هو خل التفاح الخل الأبيض لما نيجي نشتريه لازم يفضل يكون فيه زجاج ما كانش في زجاج يبقى يزازة بيضة شفافة عشان أشوفه لأنه مش عايزة أنا فيه شوائب مكتوب على الفود لبل بتاعته خل طبيعي خل قصب طبيعي دائما ندور على كلمة طبيعي لو ما لقيتهاش ما تشتريش الإزازة دي دور على شركة تاني حتلاقيه موجود لأنه في أغلب السوبر ماركت بيبقى موجود الخل الطبيعي وموجود كامبو على طول لزق فيه الخل الصناعي نفس اللون نفس الشكل نفس الريحة ده ليستخدام وده ليستخدام الخل الصناعي يعني أصلاً ما لوش أي فوايس صحية بالعكس هو بيزود الحمض المعدة يعني بيعمل التهيج للحمض المعدة اللي في المعدة بيعمل الارتجاع أصلاً هو اللي استخدامته في أعمال التطهير والتعقيم ونظافة أدوات المائدة فده أحسن استخدام لي وده على فكرة يعني مثلاً هنقول مثلاً لو ده سعر عشرة ده نصف سعر الطبيعي على طول يعني مثلاً بالزبط فيه من 50% لـ 75% فرق في السعر بين الخل الطبيعي والخل الصناعي لو نقول مثلاً خل الطبيعي بالريال باربع ريال أو خمسة ريال التاني هتلاقيه باثنين ريال أو ريال ونص أو ريالين ده العملة بالريال لو عندكو يعني وهكذا في العملات الأخرى طيب الخل بقى دوت يبقى أقول نحن نشتريه طبيعي يكون شفاف يكون طبيعي ليه فويد؟ آه طبعاً ليه فويد تثبت فعلاً أنه هو بيمكن لو ما يتاخد مخفف طبعاً التخفيف بتاعه إزاي نستخدمه نحط معلقة معلقة كبيرة على كوبية مية أو في الدريسنج في السلطات في ال لو بعمل شربة أو بعمل أي حاجة ممكن نتضع عزز الطعم بيها في الخمائر كمان بيتحط كهتحسين للعجينة المهم ده فيه بيزود البروبايوتك بينزل السكر بيقل الدهون السلسية وفي أبحاث ستعملت عليه كتير جداً في الحتة دي نيجي بالأفياد والأحسن بس سعره أغلى طبعاً اللي هو الخل الأحمر أو خل التفاح عايز أقول لن نخلي كل ما لونه بيبقى متلون طبعاً ده أحسن ده بيجمنت وأصباخ وحاجات مفيدة جداً للصحة هو برضو غير رحوة حمد الأسيتك هو هو نفس الحل الأبيض بس المصنع بيبقى فيه البروبايوتك أعلى كتير المضادات الحيوية مضادات الأكسادة معزز جداً لصحة الشرايين والأوردة والسكر بيققى الأحمر بقى فيه أحسن ثبتت أنه هو بيقضي على كرحة المعدة والجرسومة بس طبعاً مش بشربه ديريكت بخففه بالماء أو بزيد الزتون طيب نستخدمه لما نجي نشتريه بقى لازم زي ما نشوفين كده فيه من فيه خل بيبقى زيزة خالص لون نقي جداً خل الأحمر نقي ما نشتريهوش ده متفلتر أنا بش عايزة لخل المتفلتر أنا عايزة لخل الغني بالجروبيوتك اللي زي ما أنتم شايفينه لما أجل رجل لزيزة لقيها عكرة لما العقارة دي أنا عايزاها ده بوائل التفاح اللي موجودة فيه فده أو أي مادة تانية ده أفيد للصحة ده أفيد للصحة لكن الخل الأبيض ما فيش فيه المواضيع دي لازم أجيبه نقي طيب ليه استخدامات؟ أو طبعا بزيزة الخل الأحمر بقى طبعا هو موضات حاوي رائع لو استخدم على الجلد ومخفف بالنسبة 50 ل50 يعني يعني معلقة خل على معلقة مية وقطنة حط على البصور على الجروح تطهيرها على الحروق على إشرة الشعر رائع جدا على حب الشباب على دوالي الساقين طيب نخش بقى على استخدامات الدخلية زي ما أنا قلته طبعا منقطي ومضحر للدم والسكر والدهون وتحت طائلة أبحاث كتيرة ولو عجبكم المحتوى ما تنسوش الدعم والفنو على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين خير الإدامة الخل قوي الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تم وأزبط في السيرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام استخدم الخل كإدامة يعني كغموس مع الخبز طب إيه هو الخل اللي استخدمه الرسول أنا بقى جاي عرفك إزاي تشتري الخل صح؟ طبعا فيه أنواع كتيرة من الخل فيه خل بلسامي وخل عناب وخل قصب وخل بنجر وخل تفاح وحنكلم النهاردة على أكتر نوعين موجودين في الأسواق العربية الخل الأبيض والخل الأحمر أو الأبلفنجر اللي هو خل التفاح الخل الأبيض لما نيجي نشتريه لازم يفضل يكون فيه الزجاج ما كانش فيه الزجاج يبقى يزازة بيضة شفافة عشان أشوفه لأنه مش عايزة أنا فيه شوائب ترجمة نانسي قنقر